صرّح فرانسيس بيكون بأنّ لله كتابين كتاب الخلق وكتاب النصوص المقدّسة النصوص المقدّسة ومن جميل ما ذكره بيكون قال أنه لا ينبغي لأحد بدافع من غطرسة أو بتواضع مصطنع أن يدّعي أنه بلغ الغاية وأوفى عليها في فهم أيّ من الكتابين لا يمكن لأحده هذا كلام مهم وجميل وهذا الكلام كان روحاً سارية روحاً سارية بين علماء ومفكري المسلمين أهبر العصور حين كانوا علماء حقيقيّين كانوا علماء حقّاً حين كانوا موسوعات تمشي على الأرض كانوا عباقة أسّسوا للعلم الحديث كانوا يتميّزون بهذه الروحية من التواضع ومن الشعور بالقصور ومن الشعور بالرغبة في الاستكمال التي لا تنتهي عند غاية بعينها بيكون يقول لا ينبغي لأحد أن يدّعي أنه أوفى على الغاية أوفى على الغاية في فهم الكتاب المقدّس أو في فهم الكون لا بدّ أن تبقى باستمرار تطلب المزيد بلا شك ترجمة نانسي قنقر